مرحبوا جدداً بكل يلي عميت أبونا وبكل يلي نضموا لأقلنا هلا رح نقوم نحن ويكون بجولة حول الأخبار العالمية مع جزيان مطر أهلاً سهلاً فيك جزيان اليوم جولتنا عالمية كلها رح بتكون لا أول شي رح نبليش نتفي مع السالبريتي نيوز بعدين عن أحداث صارت حول العالم هادي الجماعة مع مين رح نبليس؟ بما أنه بلش العد العكس للعرس الملكي لبرنس هاريو ميجن ماركل يلي رح يكون بعد شهر تقريباً بتسعة عشر أيار لهيدي المناسبة ففي شركة بريطانية قررت تصدر بيرة باسم برنس هاريو ميجن ماركل والملفت فيها أنه المقادير عم بيستوردون من أمريكا الغربية يلي هي رقم مصر يعني يلي كانت عيشة فيه الملد يلي كانت عيشة فيه ميجن وكمان بعض المقادير جايين من حديقة وينتسر للأصر يلي هن رح يتجوزوا فيه هيدا نوع أنه تيرمزوا للتجانس والوحدة بيناتهم هيدا نتيجين بيناتهم من الأكتاب كله بزاكية الفكرة تستغلوا أكيد ماركتي أكيد هيدا هيدا يجمعوا هيدا يشتري ويش يبدو يجرب بيجمعوا كل الأزواء فعلا التحضيرات لهالزفيف عم يخد كتير صدق وكل العالم هلأ مشغولوا أنظارهم على هالكابل مضبوط وهلأ بلشوا يحضروا كمان لمسات أخيرة للناس يلي بدون يعزموهم ومتل ما قالوا قبل أنه بدون يعزموا حوالي 1200 شخص من عامة الشعر فهيدون الناس بلشوا هلأ يتلقوا كروتة العزيمة ويتفاجأوا فمن بيناتهم في بنت عمرها 12 سنة كانت نصابت بالأريانا جراندي كونسرت بالهجوم الإرهابية اللي صار سنت الماضي على مانشستر وتلقيت دعوة وكانت كثير مهدومة ونشروا الصور على مواقع التواصل الاجتماع نتمنى نشوف هلأ أكيد سعيدة أنا رح تكون موجودة بهيدا نهارلي كثير طبعا ما بكون متوقع أنه رح ينعزم أولك ما أقولي أن تلقى بهالدعوة من هلأ لوقتها هش خلاص يا عفاف أنا ما بحس ممكن على هلأ بتعملنا واسطة جزيان ممكن لأنه مثلا ترامب وباراك أوباما وتريزا ماي رئيس الوزراء ما نعزموا على العرز وهذا كان شي كتير يعني لأقصداء غريبة عند العالم بس قالوا أنه ممكن يكون السبب أنه هني ما بدون يواصعوا بدون كانوا يحصروا الدعوة للناس اللي عندهم سلة أرابئة أو مثلا عندهم علاقة مباشرة معهم العائلات مزبوط وكمان كانوا قيلين أنه العرز سيكون على أقل الناس مدعوين مش متل وقت برينس ويليام وكايت ميدلتن لأنه البرينس الويندستن باليس ما هلما رح يتجوزوا مسيحته أقل ما بيستيع هالعدد الكبير هلأ تاني خبرية كانت شغل الشغل على السوشال ميديا هي كلوي كارديشين يعني استقبلت مولودها الأول بنتها بس قبل ما توليد انتشرت خبرية ما حدا بيعرف إذا مزبوطة أو لا اللي هو تريستن تومسن جوزة كان عم بخونا وانتشر فيديوه مع واحدة تانية بس ما علقت كلاوي على هالموضوع وراحت ولا ديت كان جوزة موجود مع وقت الولادة وهذا وشي كان كتير انه مستغربين الفان خطوة ذكية منها يمكن لحتى ما تعمل بلبلة بالموضوع وتتصلت الأضواء على الحدث الأهم اللي هو المولود نيس قراب منها قالوا انه هي بده هلأ تركز على بنتها وتستمتع بوقتها فبهالوقت كانوا شكلا تعودت على الخيانة شكلا تعودت على الخيانة او تعودت تمان أولى شكلا تعودت حرام كروي عندهم عندهم اشياء غريبة عجيبة عندهم دايما خيانة فمن بعد ما غضوا النظر عن جوزة صاروا الفانس بديعرفوا شو بده تسمى بنتها صحي فنزلت على السوشال ميديا وعلى موقعها الخاص الويبسايت اسم بنتها انه رح يكون ترو ترو يمكن هي عم تفتش على تروث معينة عم نسمي بنتها يا ترو لاوف اذا كل الأخبار او مثلا فينا كل واحد اكي يترجم على زو ايه في مناسها تباروة انه رح تكون لطشة انه رح جاوزة صحيح حرام البنت التالت خبرية مع بيانسي اللي بعد ما شاركت بمهرجان كوتشلا جمعة الماضي قررت انه تتبرع بمئة الف دولار لمنح جامعية لالولادي اللي من اصول افريقية امريكية حبين يكفوا دراستهم الجامعية ومنهم قادرين نعم فهي قلت انه بهالطريقة بتكون عم بتساعدهم وعم بتعطيهم فرصة جديدة عم نشوفها كنت مع بي لوك من اجمل اطلالتي اللي اطلت فيها بيانسي دي عنجات دايما اطلالت ودايما بتساعد دايما اطلالت تميزة ودايما بتلاقي عم بتساعد كل الاشخاص اللي حولها هلأ من فتب امريكا كنت فيها عم بيوضعوا جيزة بولدزير يلي هي جيزة سنوية بتتقدم للناس يلي للفنانين يلي تميزوا بعملهم فنية خلال السنة والملفت هيدا السنة انه كندريك لامار يلي هو مغنى راب عين عم يكن اول مغنى راب بيحصد هيدا الجيزة من 100 سنة لها يعني هي بلش من 100 سنة هو يلي كسر رقم هيدا الياس انه قل انه اول مغنى راب بيغني انه بيربح فهم نقول له مبروك اكيد بجنوب كوريا يلي عم تشهد اعلى نسبة الناس عندهم كقابة من بعد ما يتقاعدوا قرروا المواطنين هونيك انه يعملوا لفتة يساعدوهم لهيدول العالم ففي صاحب مطعم قرر يفتح محل ديسكو يعزوا خلال النهار بيشتغل مش عشية بيكون الجاو مثل ما عم منشوف هون عطمة وقضوية بيجوا علي العالم يلي كبار بالعمر متقاعدين بالبيت زهانيا بيرقسوا بيتعلموا والحلو انه عم بيكون في رأسين محترفين عم بيساعدوهم حلوة الفكرة انه بنهار لانه هن ممكن ما بقى يسهروا كتير وهيدا نهار عندهم كتير اوقات فراغ فهن بيرجعوا بيعملوا ممكن اشها ما كانوا يعلموا بحياتهم وبتذكروا شبابه وبتذكروا شبابه وبتذكروا شبابه كمان عاملوا لفتة مميزة في صاحب مطعم قرر انه يوظف بقلب مطعمه بس فيترينز او عسكر كانوا عم بيخدموا قبل من زمان بالحرب وانصابوا او مثلا طلعوا من السلك العسكري فبهذه الطريقة انه بيرجعوا بيدمجهم بالحياة الاجتماعية كمان وبيعبيلهم وقتهم ترجعنا على نفس الفكرة تقريبا المز اندماج بالحياة الاجتماعية اللي هي اهم ضد الاكتئاب الى ما هنالك ايوي عبوا وقتهم صحيح هلا اخر خبرية بالسعودية اول مرة بيعملوا فاشن ويك يلي اسبوع للموضة كانت هيدا شي كتير مفاجئ للعالم وشارك بهيدا الاسبوع حوالى 1500 شخص وفنانين وعارضين ازياء من انحاء العالم ومن العالم العربي هيدا كانت مبادرة كتير حلوة خاصة انه بسعودية صح وكمانا بالافتتاحية كان مشارك رجال ونساء بس انه اكيد هيدا الانفتاح بيضلوا بيوصل لحدود معينة انه ما خلوش الرجال يفوتوا على الكاتوك او يحضروا عرض الازياء ولكن بنظل نقول انه هي خطوة جريئة وخطوة اولية ما حدا بيعرف الخطوات التالية كيف رح تكون خاصة انه هلق بسعودية كتير عم بيصير في اشي حركات انفتاح صح مثل ما سبق كمانا وحكينا عنهم ببتحل على الحياة صح شكرا لك جزيان مطار على كل هالاخبار الحلوة اكيد نحن نكون بانتظارك الاسبوع المقبل مع اخبار جديدة شكرا لك شكرا لك شكرا لك